اليوم الفيديو تبعنا كل هاته اللي حيلوف ويدور حوالين جوجل. كل اللي بنعمله عن طريق جوجل بنفوت ع السيرش و بنكتب اسماء مواقع ما بعرف شو هي و بنفوت مجرب. هلأ مبدأ ايام بدي نصرف سروة بيل جيتس اللي هو اغنى بني ادم على وجه الطابة الارضية. هادا الانسان معه مصاريك. فلح نجرد نصرفه على اشياء تافه و اشياء حلوة. فما بعرف شو هذا الفيديو لو انت حابب انه قدر تشترك وتحط لايك عليه. لانه هادا المحتوى ما بعرف شو بيتسمى هل هو تفاهة هل هو جيم هل هو عم نعرف الناس ما بعرف. ولكن اشترك وشارك المقطع مع اصدقائك. وهم شي تكتب رأيك تحت بالتعليقات لجوشوا لايكم بهيك فيديوهات. فالله ما بعض. فالله والله بس كانت طابة الارضية وفيديو جديد. ملاحظة صغيرة انا ما بعرف فيش هيك صوتي ولكن عم بحكي بها الطريقة وخلاص هيك انا هيك مبسوط. واول شي معنا خلينا فوت نصرف سروة بيل ياتس. هاد اللي بني ادم ما هو مصاري كتير. خلينا نفوت نجرب نصرفها مساء. خلينا نكتب بجوجل. مسلا بيل ياتس موني. هذا الموقع اللي حخلينا لحنا نصرف كل مصاري بيل ياتس. هذا الموقع اللي حيور جينا مسلا سروة بيل ياتس شو لو حنشتري فيها او شو لو حنجيب? طبعا السروة الى ما عم بعرف اقراها بالبليون او بليار ما بعرف عن بقرا الرقم هذا ما بعرف اقرا بنيو بانا. فمسلا خلينا انا كواحد بحب مسلا اشتري اشياء الجيمر مسلا. فخلا نشتري مسلا الف ولا نقص شي من سروته مسلا. خلا نشتري ما بعرف. حلا احنا اشترينا كتير ما بعرف شو هو الرقم اصلا اشترينا فيه او هاي. هل هيك اللي احنا حاليا اشترينا تلاتمية واربعة وتلاتين مليون قطعة لحتى قدرنا نخلص سروة هالبني ادم. فمسلا لو بدنا نشتري شي تاني. فلو انت بتحب الاكل والشرب كتير من الترفيقي محمود خلايا مسلا نشتري مسلا. ما قطعة وخلا نشتري كبان قطعة كولانة والله العزيمة يعني السروة ما عم تخلص يعني كم كلب بدنا نشتري لحتى تخلص السروة? نشتري كم توك توك ونودي مسلا على هند. يا رجل يا رجل ما عم تخلص سروة الالبني ادم. شو هالبني ادم هادي يا رجول? شو شو عم بيشتري غراض مسلا نشتري كم طيارة حربية روح نحارف فيها. لا اكتار هيك ما بدنا مسلا. خلا نشتري هادا مسلا او نصنع فيلم. ما مليون دولار. هل بني ادم مطبيعي? خلينا ننتقل للموقع التاني. والموقع التاني اللي بعده بدنا نجرب ويندوز القديم اللي هو ويندوز ابشحاطة طبعه تمانا وتسعين. هادا الويندوز ابشحاطة لازم نجربه طبعه الويندوز. خلينا نكتب مع بعض بالسيرج طبعه جوجل هاي الكلمة اللي انا ما عم بعرف اقراها اللي هي عم تطلع اول شي بالوصف. طبعا اول شي عم يطلع بالوصف كل شي انا كأنه هننا عرفاني اني انا عم جرب هاد الشي ما بعرف في جوجل. اه شوفي. واتفها. هادا الويندوز القديم كتير ابشحاطة اللي كانت الشاشة طبعه من ورا كتير عريضة وكبيرة. اوو ماي جاود. ويندوز خمسة وتسعين. ديم ديم الالعاب. اي لابة. هي لابة قلبي. هي طبعا شغالة ولا مشغالة. لا 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 لازم تكون شغالة. لازم تكون شغالة في او ماي جاود. اقسم بل جاعت بالزمان شي الف سنة لقدم. لق شو الف سنة لقدم. حاجة تخبص وتحلى. يمكن رجعت يمكن 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 شي 12 سنة. بس اللي فاشلة ما عاد بدي جربها. خلينا نجرب مع بعض لابة هي البوكيون. انا بتذكر حالي كنت اللعب لابة بكم من زمان. ديم يعني. ديم 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 الموضوع حلو كتير كتير كتير. الموقع كتير حلو. بنصحكم كل هاتكم جربوه. طبعا انا بدي جرب هاي اللعبة لاني تذكرتها كتير كنت لعب وحبها. طبعا الالعاب كتير خرافية وحلوة. انا نفسي ما اطلع من هذا الموقع ولكن مضطرجة بلعبة لانه هي اللعبة كتير كنت لازم حمل شي ممكن لازم حمل شي يعني الصراحة هذا الموقع يعني بدي اخلص منه. ما ما عم بقدر اطلع يعني الصراحة بدي اطلع جرب اللي بعده ولكن انا فعليا ما عم بقدر خلص بدي اطلع. خلاص خلاص. شون بدي رجاء اللعبة? اللي بيعرف هادا الشي ولعبان هدول الاشياء ينزل يحط لايك بسرعة ويكتب لي بالتعليقات. لو حابين تجربوا هادا الموقع وتشوفوا الصراحة هادا انا الشي ما بدي اطلع منه يعني يعني انا فعليا بدي اضل قاعد فيه ولكن مضطر مش عالمقطع بحب ارجع لورا وخلاص هيك الموضوع. والموقع التاني بقى يلي معنى اللي هو اللي حنجرب لعبة ماينكرافت اونلاين اللي حنجربها لحنا ورفقاتنا وبدومها منعمل اي شي او نشتريه. انت ممكن تجربها مع اصحابك وبشكل مجاني بشكل كامل. بتكتب ما بعرف انا انا زي عم بكتب صح ولا لا. ما بعرف يعني يعني ممكن انا اني فلاح شوي او شي. 5 مينيز ليتر. 2000 ييز ليتر. بتكتب كلاسيك ماينكرافت ودي غريب وشك عالموقع الاولاني. مجرد ما نفوت على هادا الموقع الاولاني بيطلع لك ماينكرافت وكأنك عن تلعب يعني منحط النيكنيل تبعنا نيمو. على هيك اللي احنا صارنا عندنا نلعب مانيكرافت اللي انا ما رفهم امه لها اللعبة. رح ضل احفر لتحت. رح ضل احفر لتحت. لشوف لوين بدي اوصل. ببرا فوصلت لهون. شو بتعملوا انتوا جماعات مانيكرافت بس هيك تقعدوا بتطقط وخشا. بتعملوا مسلا نغير الارضية بس هذا الموضوع. بتقدر تجربها على فكرة يعني ازا انت بدك وحابب تجرب لعبة مانيكرافت بتقدر تجربها. يعني انا اللي صلي بالجيم كتير زي ما انا عندي قناة يوتيوب. اي اول مرة بعرف هيك معلومة. بس خلينا نجرب الموقع اللي بعده. والموقع اللي بعده اللي ما بعرف هو كتير تافح وكتير سخيف وما بعرف شو بيعمل. طبعا كل عادكم بتعرف هذا مسلسل اللي بيكون في جوي يمكن اسمه او مدري ما بعرف شو هو. المهم بيقول انه شغلة متل انه مدري شو هيك شغلة ما بعرف انا يمكن ما بعرف عم اقرأ او شي. فانا ما بعرف اذا كنت عم بيقرأ ولا ما عم بيقرأ ولا عم بيحكي صح فانا ما بعرف اعلا حكتب فرينز هيك شي بتنكتب. جي ما بعرف هيك شغلة يعني ما بعرف شو هي. او بتكبس عالبيت زاية. بس هدا هو فانت لو حابين هدا الشي لا تخطوا يدي سلاس. بس موضوع كتير سخيف. هدا مسلسل كله بحبه انا. خليها لانتهل مع الموقع التاني. طيب النسبة لموقع التاني الموقع التاني اللي بعده ما بيعمل اي شي ويندوز واب اسمه ما بيعمل لك اي شي وكل اللي بيعمل انه هو بيفتح لك الكاميرا على ناس حاطين الكاميرا داخل شقق ومحطوطة عالو نوافز. بس هدا هو الموضوع يعني ما بفيس شرحته مزبوط ولكن تابع شو شو رح يصير كلها اللي علينا لانه نكحن احنا نكتب ويندو ما رأيزا هيك نكتب كلمة ويندو مسلا ومنحط اي شي ممكن تقريبا يلا خلينا نفوت نجرب مع بعض هدا الموقع بكل بساطة انه هو بيعطيك متل ما تلكم كاميرا على نوافز الناس فعلق اللي احنا بنعمل هون مسلا من شو شو رح يطلعنا خلينا نجيب لهون هيا كمين بس هدا هو الموضوع على اول مكان استراليا استراليا الموضوع تمام بس خلص هذا هو الموضوع بنعمل مسلا واحدة تانية ويوم انا قد تعمل واحدة تانية بيعطيك هدا الموضوع بس انه هو انه او ديم يعني واحد حاطت كاميرا ما برا انه واحد حاطت كاميرا وحطت عالشارك وانت هي عم تتفرج عالشارك طبعا وانت قاعد جواد بيتك وارفان حياتك وما لقدران تسافر لمنطقة بتفرج هيك بتشوف هيك شغلات من هذا الخضار مسلا هذا المكان بأوريجونا مدروين باميركا الموضوع كله يعته هذا ما بعرف فين شوف هدا الولع حاطت كلبي مكان بجنبه هذا المكان بكندا انت قاعد بالبرد وسقيق قاعد عن تفرج وتشوف الشمس وكل هذا يعني مش هيكون عنكم فكرة كل هذا وبنقولك الامانكين الحلوة اللي متل هاي اللي الله لا يوفقكن وانا نفسي اسبح وهلا حالي برد والمكان بيعرف هاي راشان كراحش برشيكا هاي استراليا مسلا شوفوا استراليا شوفوا على المنظر يعني بالزمة ما بيرد الروح انا وقاعد ورا وحالتي حالة وعم صور هذا المقطع يعني فبس هذا والموقع هذا ما بعرف حطوا لايك عليه طبعا مبدئيا شوفوا هذا المنظر مع احلال ناسيك قاعدة وانتوا قاعدين عم تتفرجوا على اليوتيوب ومن تحت الفرشة توقعكم تحت الغطا والناس لكم وين قاعدة مسلا هذا المكان بنيوهم شندمبو باميركا بس هذا والموقع انا واجبكا نحطوا لايك طبعا وما بعرف لو حابين ايك سلسة نحكي عليها ونشوف ايك مواقع تانية لا تنسى انك انت تحط لايك وكتب تحت بالتعليقات واهم شي تعلم تحت بالتعليقات مشان اعرف الهو الموضوع حلو ولا لا هذا المحتوى انا ما عم بفهم شو هو ما في الشيك ان بحكي وصلاة